الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له وليه مرشد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا إله إلا الله إلهنا وإله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أرسله الله تبارك وتعالى رحمةً للعالمين وإمامًا للمتقين وحجةً علينا نحن الخلائق أجمعين فأخرجنا به من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان بالله رب العالمين فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يُصُلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد إخوة الإسلام منذ ثلاثة أهوام أكرمني الله تبارك وتعالى بصعود هذا المنبر الطيب المبارك كانت نعمة من الله علي أن أكرمني بأن أكون خطيبًاً وإمامًا أبلِّغ عنه سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ما استطعت وأنا أتذكر أول رسالة أول رسالةٍ جئتُ بها لحضراتكم جميعًا ولنفسي قبل كل شيء وكانت رسالة الأخوة في الله واليوم وأنا أنهي مدَّة معينة من العمل يعني أريد أن أختم هذه المدَّة بما بدأت به وهي أوا هو الأخوة في الله سبحانه وتعالى وعن رسالة الأخوة في الله سبحانه وتعالى أعلمني أن أكون خطيبًا وإمامًا وإن أتذكر هذه المماركة كل يوم لتعطي المساعدة من الإسلام لأني رسالة الأخوة في المنطقة وتعالى رسالة الأخوة في ساحة الممتنة ويأتذكر أول مرأة الحسابة في القطب ما أنه مرأة مثل خطب؟ بطلبها بالمعارفة I would like to conclude with the same message the same message brotherhood for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala to be brothers and to be sisters for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala to have that feeling to enrich that feeling to work together to achieve what Allah subhanahu wa ta'ala talks about in the Quran about us Muslims and if some of you remember a couple of months ago I was trying to criticize something that was posted on the internet that somebody put this and call it an ayah from the Quran when they said God says human are brothers God didn't say that we're brothers at the end of the day while Allah subhanahu wa ta'ala says that says exactly believers are none but brothers you Muslims then we're brothers in humanity from others but the ayah clearly came like that in surah al-hujurah انما المؤمنون اخوة lost message not the last ان شاء الله تعالى but I would like to conclude the term with it لن شيء الا لنعلم او لأننا جميعا نعلم ان الاخوة في الله تبارك وتعالى اساس من اسس هذا الدين بني علي هذا الدين انظر معي الى هذا الخليط من الاخوة والاخوات الذين جاءوا من شتى بقاع الارض ماذا يجمعهم لغة لا نتحدث لغات مختلفة قلشة حضارة كلنا له يعني حضارة مختلفة عصر نسب صور كلنا مختلفون في ذلك تجمعنا كلمة واحدة لا اله محمد رسول الله وليذلك الله تبارك وتعالى أكد على ذلك بقوله إنما المؤمنون إخوة 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 when you look just around you look at the brothers who around you you will find that we came from every different spot on earth we speak different languages we have totally different backgrounds culture background but it's only one word that get us together that's why that's why we are here today for to be brothers for the sake of الله سبحانه وتعالى and to because we share that word the word of إيمان the word of توحي as الله سبحانه وتعالى says in the Quran believers are none but brothers so make settlement between your brothers وليذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكد على ذلك في مكة وفي المدينة تجد في مكة حمزة القرشي من بني هاشم يؤمن النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين رلال الحبشي وبين سليمان الفارسي وبين صهيب الرومي لا فرق بين عربي ما أعجمين إلا بالتقوى هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم so the prophet صلى الله عليه وسلم applied the meaning of that ayah clearly in مكة even before migrated to مدينة before he migrated to مدينة you will find that the prophet صلى الله عليه وسلم established that brotherhood between the high level people or the honorable people of مكة including but not limited to talk about سيدنا الحمزة سيدنا أبو بكر سيدنا عمر from major families and سليمان الفارسي بلال الحبشي سهيل الرومي that's how the prophet صلى الله عليه وسلم started in مكة إنما المؤمنون إخوة and that's how you and I have to think about it that it's nothing but إيمان has to get us together ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وحينما تقرأ تاريخ المدينة تجد أنها ما كانت إلا صراع دائم بين الأوس والخزرس وهم عرب المدينة يعني داع اليهود جانبا الآن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يواهد هذه الأرض لأن تكون أرضا خصبة أو خصبة لنموه هذا الدين آخر بين الأوس والخزرج حتى قبل الهجرة عمل على ذلك ونجح في ذلك ثم بعد ذلك جاءت الأخوة الكبرى بين المهاجرين الذين جاءوا حديثا إلى المدينة والأمصار أهل وسكان المدينة وفي ذلك فلتتحدث ولا حرج فلتتحدث 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 ما انتحدث فلتتحدث ��وسلينهم أبداً يخضرنا عيماً هماً يخضرناً فشيكوًاناً لا يمكننا خبار أو التنظره بيننا علينا أن تشار notreهم كمور المهمة من برفع المهمة المهمة ما المهمة إنها بأس كان في المهمة نحمر محدود بحية شراسة وليزاك في هذه الأمر النجسي أستطيع أن تشترك المترجم للقناة 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 وإنما جميعاً من يحتاج أنت هنا منذ زمن بعيد وهو جسد يعني لسه جاي حديثاً إلى المكان يريد أن يتعرف يريد أن يتألم حتى وإن كان عنده بعض الأخطاء علمه الشغل عليه عرفه قل له هنا وهنا وهنا أعمل كده لإله أزوجل أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سعد بن الربيع عبداللحمن نعرفه سيدنا سعد بن الربيع كان من أغنى أغنياء المدينة فقال له خلاص النبي صلى الله عليه وسلم جعلني أخى لك فإني أو قد علمت المدينة أني من أغنىها سأقسم مالي بيني وبينك نصفي يعني وتحدث على الأخرى بعض الأخوات ما بيحبوش بإيه الحديث فأنا بلا يعني سكيبت فإنتينشونية يعني علمت المدينة عني من أغنىها فقال له يا أخي بارك الله لك في معك وأهلك ولكن دلني على السوق وعلى نهاية الحديث أنه ذهب إلى السوق وأخذ يتاج سيد عبدالرحمن النعض رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة الحسنة ماذا فعلت تزوج امرأة من الأنصار وأمهرتها أصدقتها نواة من ذهب فبين عليها من العز والرخاء فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى في ذلك منه بعض الناس لما بيعلوها الحديث أقول لك يا عمي أين من يؤطي عطاء سعد بن الربيع قوله يا أخي ذهب مع من يتعفف عفاف سيدنا عبدالرحمن النعف ذهب وسويه سيدنا عبدالرحمن النعف سيدنا عبدالرحمن النعف سيدنا عبدالرحمن النعف سيدنا عبدالرحمن النعف يقول أن الله سبحانه وتعالى بلسككك كم think out and how I can get a job that's it this is the message here in this hadith for both for the brother who I'm here for a long time who has to help this Muslim brother who just come as I said in Arabic earlier they have right upon you you have to help them over when they come and the brother who is coming just coming and instead of relying 100% on somebody else or in the government why I can see that I can work easily and I have the ability to work and the potential to work so both of them of the great Sahaba they give us a great example over here Sayyidina Sa'ad in generosity and Sayyidina Abul Rahman ibn al-A'af in showing that I'm relying only on Allah subhanahu wa ta'ala I trust Allah subhanahu wa ta'ala just show me the marketplace the way to the marketplace then he went and he started working selling, buying until he made too much money and he came back to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam while he is in a very good condition and he got married to a woman from Al-Ansar which was something it's high prestigious thing to get married to a woman from Al-Ansar at that time and then the Prophet and he told him what happened I did this So Sayyidina Sa'ad showed us the way the application of the meaning of the ayah and Sayyidina Abul Rahman ibn al-A'af showed us exactly I'm not taking advantage of that I only take what I need and I leave the rest of Allah subhanahu wa ta'ala we are brothers we are sisters for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala what are the rights of the brothers upon one another it's not just meal talks that we say on the member and we just we leave the masjid and we start plotting against one another we start talking about one another we start hating one another we start hurting one another it's not this النبي صلى الله عليه وسلم I'm gonna there are lots of the rights if you're a Muslim brother upon you I'm just gonna mention one and I mentioned it before just gonna touch base the importance of the love amongst one another حبنا لبعضنا البعض من أهم حقوق الأخوة النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح وهذا الحديث يعني بعض الناس يعني يرأوا في غير موضعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقال استكبال الإيمان أليم الله سبحانه وتعالى سيد عندها إنما المؤمنون إخوة ورطوكنا about إيمان the main basis of that brotherhood is إيمان then the Prophet صلى الله عليه وسلم is confirming that that way you love your Muslim brother for the sake of Allah when you hate the behavior you're not hating him you hate the behavior of your Muslim brother who would like to take you to do something حرام with him or to do something wrong with him so you hate that from him I don't like it for the sake of Allah and when you give your Muslim brother and you help him out for the sake of Allah and when you refuse to give for the sake of Allah then this person will have his إيمان level of إيمان completed perfected you're talking about something that let everybody get and the Prophet صلى الله عليه وسلم يقول عن الإيمان أن الإيمان يزيد وأنكس your إيمان goes up and down it goes up with your obedience it goes down with your معصية disobedience وليذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سيدة عنا سيدة مالك رضي الله عنه الذي رواه الشيخان يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان there are in another حديث the Prophet صلى الله عليه وسلم on the authority this حديث came on the authority of سيدة عنا سيدة مالك recorded by بخاري المسلم سيدة صلى الله عليه وسلم there are three attributes if you have them in your heart you will feel you will taste the sweetness of إيمان one of them that you love your Muslim brother only through the sake of الله يحب المر لا يحبه إلا لله يا أخي more than this look at the hadith that we mentioned many times about the shame of الله سبحانه وتعالى on the day of judgment today just a little bit a sunny day and look I'm just sweating from everywhere because of the little sun that we have think and imagine that you are there is nothing between it's only one mile between you and the sun and you're waiting for in a day الله سبحانه وتعالى says about it it's 50,000 years خمسين ألف سنة okay and you're waiting and الله سبحانه وتعالى will call you from a month all the people come take that shit you are under the shade of الله سبحانه وتعالى why because you are one of those people who loved one another for the sake of الله ورجلاله تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه two people they loved one another for the sake of الله they get together on that love and they get part on that love they only only for the sake of الله سبحانه وتعالى سيدنا ابو هرائر رضي الله عنه يروي فيقول what was the last time that you visited a man a muslim brother just for the sake of الله not to hang out because you want to go out you know you mainly wanted to go to knock the door or to call him say I'm coming just to say السلام عليكم and to make sure that you are okay your family I think we will think about it I was busy I'm busy those people they were not busy they were busy too but we are busy we're making ourselves busy فسيدنا مهر رضي الله عنه روى الإمام مسلم في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرسل الله له ملكا على مرصدته يعني يترصد له قبله في قرية فقال له أين تريد قال لو أريد أن أزور أخا لي في هذه القرية فقال له هل لك منة أو فضل عليه فقال لا بل أزوره لأني يحبه في الله فقال له الملك إني رسول الله إليك وإن الله يخبرك بأنه يحبك كما أحببت صاحبك في الله So again when you do it for the sake of Allah you will get to love of Allah سبحانه وتعالى this is what the prophet صلى الله عليه وسلم saying in the authentic hadith that Allah سبحانه وتعالى is telling you that He loves you as He loves your Muslim brother for the sake of Allah سبحانه وتعالى so my brothers and my sisters I'm not going to take longer of your time my message is clear we're brothers Allah سبحانه وتعالى makes us brothers Allah سبحانه وتعالى His grace and put His mercy showers us all with His mercy and make us all سبحانه وتعالى and guides us all to say la ilaha and that's by itself it's a great grace and nima from Allah سبحانه وتعالى the only thing that you and I have to think about is to go home and think of this ayah and if you have anything that is your Muslim brother take it out take it out and go and fix your relationship with your Muslim brother because you know the problem that we have all the nations are taking advantage of us because we're weak and the weakness starts from our relationship together we don't have that love or passion towards one another and as I said last week we are the reason of the problem and we start blaming everything but us and the Prophet صلى الله عليه وسلم is promising all that we will get our iman perfected inshallah if we love one another for the sake of Allah أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم أدو الله تبارك وتعالى وأنتم مقيمون بالإجاب الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له أشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صلني وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسائلين وبعد قلت في الخطبة الأولى بأني الحمد لله رب العالمين بفضل الله عز وجل عليه يعني أكرمني الله عز وجل بصعود هذا المنبر لمدة ثلاثة أورا في هذه الثلاثة يعني حدثت كثير من الأمور التي لا يعلم عنها الكثير كان عندنا كثير من الشباب الذين فقدناهم والله أنا لن أذكر أي منهم لأني يعني كنت على علاقة وثيقة بكثير منهم وكلهم أثر فيه يعني كان عندنا في ثلاث سنين ميتين سبعة وستين جنازة المساج الزدير الرسالة واضحة ميتين سبعة وستين مسلم ماتوا في ثلاث سنين صفار زوجنا ونجحنا بفضل الله زوجنا نساعد الشباب مية وتسعين حالة زواج طبعا كلهم يفكر دلوقتي الطلاق وانتوزن يعني ألف طلاق يعني هذه هذا اعتقاد خاطئ عند الجثيرين إحنا لما بنقول أن حالات الطلاق كثيرة لا نحن لأننا نتكلم عن عدد نتكلم عن النسبة نسبة يعني حالات الطلاق اللي أنا قمت بها شخصيا وأنا نادم يعني بس غصبا عني تسع عشرين تسع عشرين في تلات سنين يعني مش كبيرة بس خلي بالك أن في أضعاف منهم في المحكمة يحبوا شيء بالطلاق في المسجد عشان يكون after the money يعني إن شاء الله الحمد لله أكرمنا الله عز وجل بأكثر من مئة خطبة في تلف سنوات بفضل الله عز وجل أكرمنا الله تبارك وتعالى بأكثر من مئة تور في المسجد أكرمنا الله عز وجل بكثير من التمثيل للمسجد والإنجالية خارج هذا إطار المسجد وكلها نعم إلى الله تبارك وتعالى علينا وما أردنا بها إلا وجه الله عز وجل فنسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسنات الجميع كل من شارك فيها وأن يرزقنا الإخلاص في القول والفعل والعمل وأن لا يعاقبنا بذنوبنا وإن كان هناك من توفيق فمن الله عز وجل وإن كان هناك من خطأ في من نفسي ومن الشيطان So my brothers and sisters again I'm just saying that I said at the beginning of the khutbah it's been three years الحمد لله رب العلمين we had almost 260 funerals in the three years 190 marriages mashaAllah 29 divorces we have الحمد لله over 50 tours we have over 30 presentations of Islam in churches and with other agencies الحمد لله رب العلمين was to listen from Allah subhanahu wa ta'ala we come now to the main message that I have for today the brothers in the masjid and I really really urge everybody in the masjid to support the community of the community because when you support the brothers who are running the masjid you're supporting yourself and you're supporting the community and الحمد لله رب العلمين I'm in a good term with everybody starting with the head of the organization brother Khalid may Allah subhanahu wa ta'ala drive him to the right decisions all the time ending with the youngest kid in the community الحمد لله رب العلمين I tried my best and I believe in that I totally believe in that the imam the imam if he's not gonna be able to fix at least don't make a fracture in the community don't take sides and think that you're helping no you are destroying things if you can't fix do your best to fix if you cannot don't be a reason for a problem this is not the job of the imam at all the job of the imam is to lead and to guide as much as he can but to me take sides against sides this is not الحمد لله رب العلمين I tried to deliver the message to many of the brothers so the brothers in the masjid who runs the organization they have a term or policy that the imam term is three years after the three years the imam have the choice to go somewhere else but الحمد لله رب العلمين after the three years they said despite the fact that we have a policy of three years we still want to cooperate together with with me الحمد لله رب العلمين so inshaAllah I'm going to be moving this week officially to the MCE mosque in the university the university mosque if you guys know it in the south side officially the imam over there but the MCE itself is affiliated with Al-Rashid so I'm not going far الحمد لله you will see me inshaAllah at Al-Rashid for the services and maybe for some stuff when I don't know yet but الحمد لله رب العلمين we have no no I'm telling you والله I'm just smiling when I'm saying it الحمد لله رب العلمين I'm leaving to help another community if I can I'm not having any bad feelings towards anybody if you have anything against me forgive me if I did bother you if I did hurt you just forgive me if I owe you anything God forgive me I'm not going to pay you anything just forgive me too inshaAllah I'm not going to I'm not going to do it for me inshaAllah because if if I say pain me everybody will come then I will be broken anyway سأكون الله خيرا فنهاية المقاف ان الاتفاق ان شاء الله فعلا بيني وبين الاخوة في المسجد اني ان شاء الله سأكون امام مسجد الجامعة ان شاء الله من الفترة الطالبة هذا لا يعني اني سأنفصل تبامع عن الرشيد ولكن سنكون متعاونين سويا ان شاء الله كل ما أريده من الاخوة جميعا ان يدعو لنا بالتوفيق وبالسطر وبالسداد وان يدعو الله عز وجل ان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا كفر عنا سيداتنا وتوفرنا مع أبرار ربنا أنتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقل على بنار ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذا لما يتنا وهم لنا من ذلك رحمة إنك عيت الرهاب اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم بل إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حواجدنا لك فيها لضورنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها لنا رب العالمين اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والفعل والعمل اللهم ارزقنا الإخلاص اللهم ارزقنا الإخلاص وصلى الله عليه السلام محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورحمه الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين الكتاب الموقعين